اشتركوا في القناة ومدرسة المحرق الابتدائية للبنات وتم استلام أربعة عطاءات لهذه المناقصة كما تم فتح عطاءات مناقصة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لأعمال الصيانة للمسطحات الخضراء ونظام الري لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل وبلغ عدد العطاءات المستلمة تسعة عطاءات وتم استلام ستة عطاءات لمناقصة وزارة الشؤون الإعلام لمشروع تطوير الشبكة الكهربائية للضغط المنخفض التابعة لمواقع وزارة شؤون الإعلام وبلغت عطاءات المناقصة لهيئة الكهرباء والماء 14 الخاصة بتزويد نظام تعقب المركبات لعدد ألف مركبة فيما فتحت ثلاث عطاءات لمناقصة الخدمات التموينية في مطار لندن هيثرو وتنافس على المناقصة ثلاث شركات تقدم بأقل العطاءات شركة نيورست يوكي ليميتد بعطاء بلغت قيمته نحو 1.1 مليون دينار بحريني بلغ المتوسط اليومي للتداولات الإسبوعية لبورصة البحرين 694.826 دينار بحريني في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم ووحدة الصندوق الاستثمارية العقارية المتداولة 3.115.861 سهم ووحدة أما متوسط عدد الصفقات فقد بلغ 55 صفقة بقي التفاصيل المشاهدين في التقرير التالي بلغت كمية الأسهم ووحدات الصندوق الاستثمارية العقارية المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 15.579.305 أسهم ووحدات بقيمة إجمالية قدرها 3.474.129 دينار بحريني نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 274 صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 22 شركة ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في حين انخفضت أسعار أسهم أربع شركات واحتفظت باقي الشركات بأسعار إكفالها السابق واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثالية فقد كانت بالنصيب قطاع الخدمات أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة وجاءت في المركز الثاني مجموعة جي إف إتش المالية في تعاملات بورصة البحرين لهذا الأسبوع والآن مشاهدنا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل لعملات الخليجية والعالمية وصلت الإمارات صدرتها العالمية للستة مؤشرة تتعلق بقطعات رقمية ومدى انتشارها ووسائلها المتنوعة بين السكان وذلك وفقا للنتائج التي أظهرها تقرير الحالة الرقمية في 2020 الصدر عن منصة هوتسوت الكندية المتخصصة في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي ووفقا لتقرير هذا العام تصدرت الإمارات دول العالم في ست مؤشرات هي انتشار الإنترنت بين إجمالي السكان وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي بين إجمالي السكان ونسبة الاشتراكات في خدمة الهواتف النقالة واستخدام التواصل الاجتماعي بين السكان البلغين ونسبة انتشار الدعاية عبر فيسبوك بين السكان البلغين ومتوسط عدد حسابات التواصل الاجتماعي الشخصية التي يمتلكها كل شخص أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه تم تحويل مليار دولار إلى الخارج في نهاية العام 2019 على الرغم من القيود المشددة التي تفرضها البنوك اللبنانية على حركة الأموال في وقت سر التقارير عن قيم مسؤولين سياسيين بتحويلات مالية إلى خارج لبنان ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية 1990-1975 ما يهدد المواطنين في وظائفهم ولقمة عيشهم تزامنا مع أزمة سيولة حدة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية ويتهم متظاهرون في الحراك الشعبي ضد الطبق السياسي المستمر منذ أكثر من شهرين المصارف بتحويل مبالغ مالية ضخمة لمسؤولين ومتمولين إلى الخارج في الوقت الذي تفرض فيه إجراءات مشددة على المدعين في لبنان الناشة الاقتصادية مستمرة مشاهدين من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل خامس أثرياء العالم يفقد أربعة مليارات دولار من ثروته في أربعة وعشرين ساعة وقع الرئيس الأمريكي دونالد شرومب اتفاقية جديدة للتجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في حفل بالفناء الجنوبي للبيت الأبيض حضره حوالي أربعمائة شخصية وتحل اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا يوسمكا محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتة التي مضى عليها ستة وعشرين عاما وتتضمن قيودا أكثر صرامة بشأن العمالة وقطع السيارات لكنها تترك التدفقات السنوية للتجارة بين الدول الثلاث والبالغة واحد فاصل اثنين تريليون دولار بلا تغيير إلى حد كبير وأكد ترامب أن اتفاقية يوسمكا ستعزز النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وسيستفيد منها المزارعون والعمال والمصنعون تغادر المملكة المتحدة الليلة المنظومة الأوروبية رسميا بانسحاب منظم تتبعه مرحلة انتقالية حتى نهاية ديسمبر وعندما تدق الساعة معلية انتصاف الليل في بروكسل اليوم الجمعة ستصبح بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي وسيحقق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الوعد الذي قطعه على نفسه في حملة الدعاية الانتخابية وهو إنجاز البريكسيت خروج بلاده من التكتل الأوروبي ويعاد توقيع ممثلي الدول الأوروبية السبع والعشرين على اتفاق الخروج اللمسة الأخيرة غدا تمصادقة البرلمان الأوروبي حيث شارك النواب البريطانيون في آخر جلسة لهم في البرلمان وغلبت على بعضهم مشاعر التأثر في مقابل مكابرة أنصار بريكسيت ولا المشاهدين نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية وفي آخر أخبارنا الاقتصادية فقد رئيس شركة فيسبوك مارك زوكربرغ 4 مليارات دولار بعد انخفاض سهم شركته فيسبوك بنسبة 5.7% بعد يوم من إعلان شركة التواصل الاجتماعي العملاقة عن أبطأ نمو لمبيعاتها الفصلية على الإطلاق وأصبحت ثروة الرئيس التنفيذي للشركة بعد الانخفاض 81 مليار حسب ما ذكرت وكلت أنباء بلومبرغ في تقرير لها واحتفظ زوكربرغ بترتيبه كخامس أغنى شخص في العالم بعد مؤسس أمازون جيف بيسوس ومؤسس مايكروسوفت بيل جيتس ورجل الأعمال الفرنسي بيرنار أغنو والملياردير الأمريكي وورن بافت